بسم الله الرحمن الرحيم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في مدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ايتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثبرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم مجدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتاذنني أنا دخلا معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنته لك فدخلا معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم مجدك وأخاك تحت الكساء فدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقالوا عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء الله فأقبل عند ذلك أبو الحسان علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقال فقلت عليك السلام يا أبو الحسان ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال فقال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنته لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدوان لمن عاداهم ومحبان لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة وقال الله عز وجل فقال الأمين جبرايل يا رب ومن تحت الكسا فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدنوا الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرايل يا راب أتاذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكونا معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت أهلاك فهبط الأمين جبرايل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقولون وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أنا دخلا معكم فهل تأذنني يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت أهلاك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساب فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رسول الله فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساب من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر يا خبرنا هذا بمحفل من محافل أهل الأرض وفيه جمعا من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمعا من شيعتنا ومحبينا وفيه مهمور إلا وفرج الله هما ولا مغمومون إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم